الأمر الثالث قبل ما نروح لفاصل وباء جديد بيهدد الرياضة المصرية خليكم معايا في العنوان ده وباء جديد بيهدد الكرة المصرية ولازم يكون في حلول ايه هو الوباء؟ المراهنات كل ما بنقعد نسمعها كتير ايه المراهنات دي؟ بقالنا حوالي سنتين ثلاث سنين بنقول ان فيه مراهنات في الدور المصري يعني ايه؟ النهاردة بنشوف بعض الجماهير بتدخل على بعض المواقع علشان تصوت مين اللي هيكسب المباراة دي مقابل فلوس بدخل النهاردة بدفع فلوس ولو انا الرهان بتاعي طلع صح بكسب بعض الاموال الكبيرة خلي بالكم علشان احنا ما نفتيش في هذا الامر لكن ده كان رأي دار الافتاء المصرية ان هذا الامر حرام شرعا حرام شرعا ده كان رأي دار الافتاء المصرية ومشيخنا الكبار في دار الافتاء ان هذا الامر حرام شرعا لما نقرأ ونشوفه نسمع ان واحد من نجوم الكرة المصرية الكبار بيتعاقد مع شركة مراهنات يبقى الامر رايح لفين واحد من نجوم الرياضة المصرية بيتعاقد مع شركة مراهنات علشان الدوري المصري تخيالوا الكلام اللي انا هقوله لحضراتكو ده بشأن المراهنات فانديت الدوري الدرجة التالتة دوري الدرجة التانية وبعض المباريات ايضا في دوري الممتاز بيتم عمل مراهنات على المباريات سمعنا الكلام ده سمعنا لما تشوف النهاردة تلاقي لعيب مثلا المكافأة بتاعته وانا بديكوا تفاصيل المكافأة بتاعته في مباراة الفين وثلاث تلاف جنيه ويبدأ شركات المراهنة تروح للمباراة دي عايزين يطلعها بالنتيجة دي ويشترك فيها بعض اللاعبين يشترك فيها بعض اللاعبين علشان النتيجة تطلع بالنتيجة اللي عايزاها شركة المراهنات علشان اللعب ده بدل ما كان هيكسب الفين وثلاث تلاف جنيه ده بيكسب لأ ممكن يوصل لعشين وثلاثون ألف جنيه شايفين التلاعب في المباريات شايفين الكارثة الكبيرة اللي هتحل على الرياضة المصرية فين دور وزارة الشباب والرياضة من هذا الأمر فين دور الاتحاد المصري لكلة القدم يقول ان شركة المراهنات اللي تعاقد معاها النجم الكبير اللي خد التصريح او لديتها التصريح وزارة الرياضة المصرية كلام غريب الشركة هي اللي اعلنت الكلام ده وهي قالت ان احنا مرخصين والترخيص خدناه من قبل وزارة الشباب والرياضة يا ريت يا جماعة جيبولنا حد من الوزارة علشان علشان يقول لنا هذا الأمر عشان يوضح للجميع هل الوزارة مشتركة في هذا الأمر وفي هذه الكارسة اللي بتهدد الرياضة المصرية ولا الأمر مغالط ولا ايه الموضوع رايح لفين اني بقول لحضراتكم كان الأمر الأمر ده بقول لحضراتكم في كل درجات كرة المصرية بداية من الدرجة الرابعة والدرجة التالتة والدرجة التانية والدوري الممتاز لدرجة النهاردة ان شركة المراهنات النهاردة على صفحتها الرسمية نشرة مباراة الدوري الممتاز اليوم اللي اللي عايز يصوت واللي عايز يكسب في المراهنات النهاردة موراة الدوري الممتاز عندنا تلت مباراة النهاردة أعلنت على صفحتها الرسمية دي كارسة ودي مصيبة وزي ما قلت لحضراتكم ان هذا الأمر هذا الأمر ده حرام شرعا وده مش كلامنا ولا كلام احنا طالعين نقول بنفتي لا ده احنا بنتكلم دار الافتاء المصرية علشان كده دي كارسة كبيرة لازم يكون لها حل لازم الدولة تتدخل فيها لازم الجهات المعنية وزارة الشباب والرياضة لاتحاد المصر لازم كل الجهات تتدخل